أتحول إلى سلامة عطلة من بروكسل يعني يبدو بالفعل أن نوذر الحرب تطرق بشدة في هذه المنطقة وبما يستدعي موقف دولي الناتو له موقفه وهناك اجتماع سيُعقد لمناقشة الأمر هل لك أن تطلعنا على المزيد من التفاصيل سلامة؟ أولاً الدول الأوروبية دعت جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن إطلاق النار والبدء بهدنة أو وقف إطلاق دائم للنار والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السكان واحترام القواعد والقوانين الدولية بهذا الخصوص هناك اجتماعات أوروبية وهناك اجتماعات تركية أوروبية مرتقبة قد تجمع أردوغان ومركل وكذلك الرئيس الفرنسي وهناك اجتماعاً على مستوى السفراء في داخل حلف شمال الأطلسي بناء على طلب تركي ولم نعرف حتى اللحظة ما الذي يمكن أن يقدمه حلف الناتو للأتراك لكن القلق أيضاً يزداد بالنسبة للأوروبيين فيما يتصل بالتهديدات التركية بعدم الوقوف عائقاً أمام وصول اللاجئين من تركيا إلى أوروبا هذه التصريحات أيضاً أثارت الكثير من الردود ولكن بشكل عام الأوروبيين مستعدين لهكذا سيناريو هناك حتى الناتو موجود في بحر إيجا وفي المناطق المحيطة بالجزر اليونانية لمنع هذه التدفقات أو لمساعدة الدول الأوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي